كيف تحب الأعمال الخيرية؟ كيف تسعى لعمل الخير؟ لا يشوفي هذا الموضوع لا يختص به جميع العالم لكن كل واحد على حسب درجته وحسب مكانته وحسب موقع يكون به أحب الأعمال الخيرية إلى قلبك واليوم تحس من بعد أنه أنت أضفت بصمة في تاريخك الجامع ممكن؟ نقول الجامع؟ فأر عشدي؟ هو الجامع هذا بقيت أنه كان مادياً كان وضعي موزياً وبعدها صار أنه انفتح بوجي موضوع المادة هذا من فضل رب العالمين علي أني أشكره بشيء بسيط الحمد لله وشكر أكيد التوفيق من رب العالمين من بعد ما كنت أنت من عائلة عائلتك كانت فغيرة؟ ليس عائلة فغيرة فغيرة لكن عائلة عراقية ليس شرط الحاصل؟ وهذا الدخل البسيط المحدود على المعيشة الشهرية التي يدوروها والآن؟ والقصر؟ لا الحمد لله الآن لا الحمد لله الآن لا بالعكس عامة العراق الآن الوضع جيد بالنسبة للعراق الرواتب جيد أنا رأيت لك تقرير أو حديث أنت تقول بي أني لدي قصر حتى أهلي لا يستطيعون على تنظيفه لا هذا بيت القديم كنت محتضن أهلي بيه لكن كبرى وكل الزوجة وعافة والبيت أهام أظل للبيت واحدة عائلتك ممن تتكون اليوم؟ حالتي خمس أخوان وخمس بنات نحن أبوي جايبهم بالعدلة حالو تعادل صايرين؟ نعم نعم تعادل حسنا يعني مشكل فريق كامل تقريبا؟ نعم الشخص مو؟ نعم كلهم رياضيين إن شاء الله تمام وعائلتك الخاصة بك اليوم دعنا نقول الزوجات والتفاصيل أنا متزوج مثل الزوجات مثل الزوجات مثل الزوجات أثنين منفصل عنهم لم تتوفقت معهم ممكن كان الخلل مني أو منهم ما أعرف يعني تعرفين هي توافق وأنا كنت في محك كبير يعني في كرة القدم الآن أنا متزوج لدي أطفال اثنين عندي ذنون وعندي تالية أهام حلو موجودين عندي وعايش نوع عايش نوع عايش نوع حقيقة إنه زوجتك الأولى إنه تكون عندها أطفال من عندها لا لا ما عندك أطفال؟ لا لا يعني زوجت الأولى وإنها مفصلت عنها ووراها اتزوجت والحمد لله الآن عندها عائلة وعندها خمس أطفال والزوجة التي تكون أقاربك أصلا؟ أي من أقارب نعم إذن كابتن سننتقل إلى المدرجات ونحكي تفاصيل أخرى